اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان شاء الله انها تمضي على خير ان شاء الله تعالى يعني متأملي بالله عز وجل انه يتقبل منا دعائنا واللي قمنا فيه اذا كاتبنا مفاجأة او كاتبنا شيء من عنده فهي هدية نتقبلها وراضين فيها ونحمده ونشكره عليها ولكن حبيت اني اطلع في هذا الحلقة حلقة طويلة شوي لانه امرين راح نحكي عنهم اللي هو الكسوف اللي هسه طبعا فيه ناس راح تطلع اه بتنتقد زملاءك ومش عارف ايش فمش راح انتقد حدا ولكن فيه كثير ناس حكوا عن الكسوف ومشاء الله ما قصروا يعني شوي حسيت انه القيامة بده تقوم من ورا هذا الكسوف وموضوع تراجع بلوتو برضو اللي حسيت انه كأنه كل كوارث الارض بده تصير من هذا التراجع وهو اساسا كل سنة بتراجع يعني هالخمس شهور بده يتراجعهم كل سنة كل سنة بتراجعهم ما صارش هالاشي والكسوف نفس الشيء كل سنة بصير مرتين كسوف كل اللي بيحقوه ما صار منه اي شيء هو تأثيراته معروفة قديش مدتها ومعروفة عايش بتتركز وما في داعي للتخويف والترهيب والمش عارف ايش بس مجرد انه كلام ولكن هو المقدمة كانت بالاساس هي فقط الاساس اني انا اقولكم كل عام انتم بخير يتقبل الله طاعات وانه هذه اخر حلقة زي ما حكينا طبعا انا اساسا هي الحلقة هاي بتنبث وانا اساسا موجود بالمستشفى لانها مسجلي مسبقا ولكن انه اجا وقت نزولها فهي اني انا بكون في المستشفى ومن فترة نزولها يعني بكون انا بدأت بمراحل العلاج ان شاء الله تعالى فعشان ما اطيل عليكم وعشان ما ازعلكم برضو بكثرة الكلام لانه في اشخاص ما بتحب تسمع هذا الكلام ولا تسمع الكلام اساسا خلاص بتخش بتاخذ اللي بدها ومش سالة شو الظروف اللي بتكون الحلقة او كتابتها او بثها او تسجيلها او شو اللي بصير في اشخاص ما بتابعوا او ما بهمهم يعرفوا هذا الشيء وفي اشخاص اخوي واحبة ما قصروا وقفوا معي كثير في الفترة الماضية بهمهم يسمعوا هذا الكلام فهذا للناس المهتمة او بمعنى اخر خلينا ندخل على التفاصيل وان شاء الله اذا كان فيه اي شيء او بطرة على الساحة يعني فيه اشخاص موكلين انهم يبلغوا او يعني ما بنعرف كلها باقدار الله عز وجل ولكن انه بتهم التبليغ من ضمن نفس القناة هاي الليها على اليوتيوب بنزل منشور المنشور هذا بيحدد ايش المجريات او ايش الاحداث اللي بتصير اه وشكرا لكم يعني كانت فترة حلوة وحافلة وسعيدة جدا بمعرفتكم وانبسطت كثير باخوة واحبة و بكل الصفات يعني ما فيه داعي اني اتكلم اكثر من هيك طيب توقعتنا اليوم ليوم 30 نيسان ابريل القمر موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتحديث النفوس والاصلاح طبعا القمر موجود فيها موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة فعشان هيك امنى نعتبر كل اللي انا مدحكي من مساء يوم الجمعة وما بعد فطبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزل لغاية الساعة اربعة وثمان دقائق مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن من زي ثلاث ساعات يعني الساعة سبعة وثمان دقائق سبعة وعشر دقائق من مساء يوم الجمعة القمر بده ينتقل لمنزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بالنسبة للقمر نازل موجود في برج الحمل في خلوم مسار كمان كم ساعة فبما انه موجود في برج الحمل معناته هاي فترة نشطة نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميم واكثر استقلالية برضو بتكون عنا ما احتمالية للتسرع في بعض تصرفاتنا أو نتهور برضو على أثناء قيادة السيارة ممكن شوي هيك سرعة فائقة أو ما نركز بشكل جيد طبعا الصفات صار الجميع بعرفها بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي بدي يسمعها هي نفس الزوايا اللي انذكرت في حلقة يوم الأمس فما بدي أعيدها اللي هي الزوايا البطيئة على أساس أنه ما نطول الحلقة أكثر من المطلوب فعشان هيك الزوايا البطيئة هي نفسها اللي موجودة ولكن بدي أعيد ذكرها سريعا بدون تأثيراتها الزاوية الأولى هي تزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وبرضو في عنا زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو تزديس برضو بين عطارد وبين المشتري وبرضو في عنا زاوية بين المشتري وبين بلوتو هي تزديس وزاوية التزديس أخرى بين الشمس وبين المريخ كلها زوايا إيجابية أما بالنسبة للحدث الأساسي اللي رح نحكي عنه هو أول حدث رح يصير مساء الليلة اللي هي مساء الجمعة من الأحداث المهمة واللي طبعا كثير ناس بتهول الأمور فيها الحدث اللي رح نحكي عنه اللي هو تراجع بلوتو كوكب بلوتو يعتبر من الكواكب الكبيرة المؤثرة ولكن أنه بطيء بحركته ويعتبر هو من الكواكب البطيئة جدا هو رانوس ونبتون فتأثيراته ما بتيجي على الأمور مثل ما بتنحكها زي عطارد والمريخ نوكلبرج وإلو تأثيرات شيء معين يركز عليها أو يخاف منه تأثيراته بتيجي تأثيرات عمومية يعني تأثير بأثر على جميع الأبراج بأثر على الكل وهي صفات وحدة يعني ما من يجي ونقول بتراجع في بيت الصحة أو بتراجع في بيت الحب أو بتراجع في بيت الحركة والنشاط والامتحانات لا هو تأثيرات واضحة أول إشي عشان نعرف هذا التراجع التراجع رح يبدأ الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة مساء ليلة الجمعة ورح يستمر هذا التراجع حتى مساء يوم ثمانية عشرة يعني فترة التراجع عادة هي بتكون مدتها قرابة الخمس شهور في فترة التراجع بلوتو هذا الكوكب أول شيء بتحكم بعالم المورائيات بالغيبيات برضو بنقدر نسميه كوكب السيطرة والتطرف كوكب الجنس كوكب الأمور اللا أخلاقية برضو عادة هذا الكوكب بنسف كل شيء عشان يرجع يبني من أول وجديد ولكن في فترة التراجع بتتركز على الأمور اللي احنا ذكرناها فعشان هي كم نتوقع تصرفات بتكون متطرفة من بعض الأشخاص طبعا من جميع الأبراج الآن فهاي التطرف هذا بيكون التطرف إما بمعرفة الأشخاص ككره مثلا بتكون تحب شخص فجأة بتصير تكره شخص فتكرهه بشكل متطرف جدا وعنيف جدا يعني اللي هو بيسموه الكره العنيف وبرضو بيركز على الأمور اللي إلها علاقة بالجنس فعشان هيك هذا الحكي بشمل جميع الأبراج فمنقول إنه إذا كرهنا إنسان معين فممكن نكرهه بزيادة بحجم كبير وبيحاول البعض مننا أي من جميع الأبراج إنه يفرض رأيه بالقوة على الغير مينما كان على الحبيب على الزوج على المعرفة على الصديق على رئيسه بالعمل على الموظفين فبصير فيه نوع من أنواع فرض الرأي الغير صحي أو الغير سليم وفي هاي الفترة أيضا بتكثر فيها حوادث العنف الجنسي اللي هي حوادث الاقتصاب والتحرش والفضائح الجنسية فترة تراجع بلوتو مدتها زي ما حكينا خمس شهور يعني هي لمساء ثمانية عشر وكل ثاني بصير هذا التراجع ونفس الأعراض هذه اللي إحنا حكيناها أو الأحداث اللي إحنا حكيناها تنطبق على جميع الأبراج ما إلها علاقة هذا بيته إلو علاقة بالصحة وهذا بيته إلو علاقة لأنه دراسة تفصيلية إنها توصل لتحديد بالنسبة للبيوت ممكن تأخذها أنت كنوع إنه والله أنت بتعرف هذا البيت بيت إيش بالنسبة لإلك بيت العاطفة أو بيت الصحة يعني بيتطلب بأنك تتواقع ولكن دك تتواقع إيش في تطرف على الأشخاص ولا بداية بالتحرش الجنسي والأمور هاي فهاي هي النقطة اللي إحنا بنحكيها يعني ممكن تنطبق على زملاء في العمل مثلا إنه بفرض سلطته على زملاءه أو واحد بحب واحدة بيحاول إنه يستدرجها على أساس إنه أمور جنسية أو أمور زي هيك يعني بتنطبق كلها بتلف على نفس النقاط ولكن يجي واحد يقول لي هو في بيت الصحة إلي شو؟ يعني بيت الصحة شو بدي يسوي لك؟ يعني من الثلاث اللي إحنا ذكرناهن بدك تتعامل مع صحتك بعنف؟ ولا بدك لا حول ولا قوات إلا طيب هاي هذا أول خبر الحدث الثاني اللي هو اللي رح نحكي عنه إنه حكينا في حلقة يوم الأمس إنه في عنا قلوب مسار خلو المسار هذا حكينا أنه ببدأ الساعة التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة يعني بتوقيت الأردن بعد منطصف الليل يعني بنكون دخلنا في يوم السبط فخلينا بتوقيت جرينتش الساعة 9.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء الجمعة ببدأ خلو المسار وبستمر لبعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش بـ 18 دقيقة يعني الساعة 12 وـ 18 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت بتوقيت الأردن من زيد ثلاث ساعات يعني الساعة 13 وـ 18 دقيقة فجراً بنتهي خلو المسار وبصير القمر أنه خلص استقر في برج الثور هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 وـ 18 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل زي ما حكينا وبصير في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وهذه فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت أو مشاهدة التلفاز مثلاً بالنسبة للحدث الثاني اللي بدنا نحكي عنه اللي هو الكسوف الجزء كسوف الشمس طبعاً برضو نفس الشيء كثير عملوا فيديوهات عنه وما بيستحق أساساً أنه ينعمل فيديو طويل وشرح طويل ومش عارف إيش عن الموضوع هو أمر بسيط جداً فعشان هيك ما بيستحق أنه ينعمل عنه حلقات أنا عملت حلقات سابقة كانت توضيحية أنه أشرح أنه هذا الموضوع ما بيتطلب أنه ينعمل له هالزخم الكبير طبعاً الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم السبت بيصير في عنا اقتران اقتران القمر مع الشمس واللي هي بداية مرحلة ولادة الهلال فعشان هيك الاقتران هذه المرة بيصير فيه إشي اسمه خسوف شمس لأنه بيحجب القمر بيحجب الشمس طبعاً إيجابية هاي الزاوية أول إشي إنها نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا ولكن لأنه فترة كسوف للشمس هنا شوي بدها تختلف المعادلة الاقتران أول إشي هذا الكسوف عشان نبدي سريعة عنه للي ما بيعرفه أو اللي أخذوا معلومات ولكن بدهم دقة المعلومات الكسوف هذا كسوف جزء ما رح يكون في منطقة الشرق الأوسط نهائياً أو الوطن العربي الكسوف هذا حجمه أربعة وخمسين في المية يعني تقريباً نحكي منتصف الشمس أو جزء زيادة عن النصف هو اللي رح يتغطى بالسواد يعني مش كثير رح يستمر هذا الكسوف من ذروته لنهايته ثلاث ساعات واثنين وخمسين دقيقة من بدايته لنهايته طبعاً هو رح يرصد في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادي والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أمريكا الجنوبية اللي هي الأرجنتين والشيل تحديداً وهو غير مشاهد في الوطن العربي لا بأول الكسوف ولا بآخر الكسوف وهذا يعتبر أول كسوف هذا العام فيه كسوف ثاني ولكن فيه بعد تقريباً ست شهور نحكي عنه في وقته بالنسبة لهذا الكسوف الجزء رح يبدأ الساعة ستة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الضلال تبعته بعد بضع ساعات بيصل القمر لمنزلة الاقتران اللي هي اللي ذكرناها اللي هي بداية ولادة الهلال الساعة ثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعدين بنتقل لشرق الشمس من شرق الشمس لغرب الشمس بيشكل اللي هي مرحلة الاقتران الكاملة ودورة جديدة وهنا هاي المرحلة الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة اللي هي ذروتها بمعنى آخر اللي بيصل لمرحلة انه بيغطي اربع وخمسين في المية من قرص الشمس بعدها خلص بنتهي اما بالنسبة لتأثيراته حسب علم الفلك كسوف الشمس وكسوف القمر امران سلبيان يعني هم بالتحديد سلبيان لما بصيروا ليش؟ لانه في اشعة معينة في ذبذبات وخلل طاقي لانه هدولا النيرين اللي هم اسرع الكواكب واثنين هم المؤثرين المباشرين على البشرية او على تكوين حتى الغلاف الجوي وحتى على الارض وعلى الحيوانات والنباتات والامور هاي فلما بصير انه بتغطى هذا النور بصير فيه خلل الخلل هذا بيخلينا نشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا ومنلاحظ انه حتى الطيور والاسماك والامور هاي والحيوانات بتفقد البوصلة تاعتها يعني ببطلوا يركزوا حتى بحركتهم ممكن حتى ما يندل على عشو او على فريستو هاي البلبلة اللي بتصير طبعا بتصير كل ما بتصير كسوف شمس او خسوف قمر فعشان هيك نحكي انها هاي فترة سلبية يفضل في فترة الكسوف والخسوف الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة بنصبح اكثر عرضة للتعب الجسدي حتى المناخ بختلف يعني حتى التأثيرات الجوية بتختلف اما امطار او رياح او غبار او يعني بصير في خلل عشان هيك علينا اننا نتجنب في هاي الفترة قدر الامكان اجراء عمليات جراحية لانه زي ما حكينا هذا بيحدث نوع من انواع الخلل والحذر اكثر من الادوات الحدي والكحوليات لانه بدون وسطة احنا ما عنا تركيز فما بالكو مع مسكنات وكحوليات طبعا الان في بعض الاشخاص بقولوا غير مناسبة للمباريات الرياضية والتحديات والامور هاي هي صحيحة ولكن انه بما انه التأثير بسيط لهذا الكسوف فانا بشوف انه يعني ما رح يكون لها الاثار الكبيرة عادة الكسوف والخسوف تأثيره ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعد يعني لما بيصير الكسوف بيصير يوم ثلاثين الشهر بنحسب ثلاث ايام يعني يوم ثلاث الشهر بيكون انتهى خلص واحنا اساسا اريد منبث الحلقة وفي تأثيرات لهذا الكسوف ولكن بشكل بسيط ذروتها هي يوم حدوثه ومعدين بيرجع تناقصي كأنه ما فيه ولا اي شيء بالنسبة بالنسبة للزاوية التي تلي الكسوف عنا بزاوية بطيئة من الزوايا اللي اليوم ذروتها اللي هي زاوية اقتران ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي الزاوية طبعا هي اليوم ذروتها ثلاثين اربعة رح يكون ذروتها ساعة تسعة وثلاث عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ودائما عند حدوث هذا الاتصال اللي هو الايجابية بتتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك مما بسهل علينا التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية اقناعهم وممكن بعض الاشخاص يعني اللي كانوا يفتقروا او يفتقدوا المرونة في التعامل سهل انك تقنعهم بالفترة هاي وكمان بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور تجميل الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها والاخيرة هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 11 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء يوم السبت تأثيراتها بتبدأ عند المغرب تقريبا وبتستمر لغاية ساعات فجر يوم الأحد بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع على الاهتمام بصحتنا بشكل أكبر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن لمنتصف الليل عند الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم بعد منتصف الليل وطيلة النهار العنق والحنجرة الحبال الصوتية القد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا زي ما حكيت بفترة الكسوف أنا ما بنصح بإجراء عمليات جراحية إلا إذا كانت العمليات الصغرى ولكن عمليات كبرى ومصرية وخطيرة بنصح بتأجيلها لحديث ما نطلع من فترة التأثيرات الثلاث أيام اللي هو ثلاثة خمسة وبعديها ما في أي مشاكل بالنسبة لأمور التجميل طبعا بالنسبة للتجميل البشرة أمور الحقن أمور التقشير والأمور هاي ما في أي مشاكل ولكن كعمليات جراحية تجميلية برضو ما بنصح هذا اليوم طبعا لأنه في خلل طاقي زي ما حكينا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي القص العلاجي بعد ثلاثة أيام يعني بعد يوم ثلاثة خمسة بصير مناسب أيضا بالنسبة لمطعم كورونا هي فترة مناسبة ما في أي مشاكل ولكن الخوف والرهبة أو الوسواس بسيطر على الأشخاص اللي بغض اللقاح وهو فعليا ما في أي شيء يعني حتى بنادول ما أعتقدش أنه بكون الواحد بحاجة لهذا الشيء بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم الاثنين خمسة بيبدأ في تمام الساعة عشر واثناشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها في نفس يوم الاثنين صباحا لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر طبعا اليوم عمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر هي مرحلة بداية ولاة الهلال عشان هيك صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور زي ما حكينا ورح يمكد في الثور لغاية يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمستاش في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم اثنين وعشرين خمسة طبعا بدي بيبدأ في عملية التراجع زي ما حكينا في حلقة التراجع لعطارد موجودة على القناة هو سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن مع ساعات تقريبا العصر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في الحوت حتى يوم اربع وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجديد يتراجع حتى يوم 18 طبعا منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط وممكن تسيطروا على زمام الأمور وبتمجحوا بتدفع بمصالحكم من الآن لغاية منتصف الليل بعد منتصف الليل بيصبح يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات وزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء تتشجعوا ممكن تتعالجوا اليوم مسائل إدارية أو تمويلية بتتطلب منكم توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني طبعا لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية منتصف الليل فعشان هيك حاولوا أنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحدكم بعد منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل لعندكم فعشان هيك الأجواء رح تتغير هنا بتصير طاقتكم أحسن بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بتبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة ولكن بعد ثلاث أيام من اليوم يعني هو رح يعطيكم طاقة إيجابية ولكن لأنه عندكم كسوف الشمس فبيتطلب منكم أنه تضبطوا أعصابكم شوي وتركزوا بشكل جيد وما تخلوا الاكتئاب يسيطر عليكم ثلاث أيام الأجواء كلها بتتغير طبعا طاقة اليوم هي إيجابية من بعد منتصف الليل وبرضو بتساعدكم لبلوغ التفاهم وهاي فترة ممتازة حاول أنك تأخذ المبادرة وتكون شجاع برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء من الآن لغاية منتصف الليل منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شي تكونوا مخلصين لصدقاتكم وابعودكم ممكن تحصدوا تعييد لا بأس فيه ولكن عند منتصف الليل القمر رح يوصل لبيت متاعبك فبتصير فترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض لأنه ممكن تعانوا من ركود أو مراوحة المكان أهم شي ما تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم ولا أفكاركم لأنه أفكاركم مشوشة وخصوصا فيه كسوف في بيت المتاعب فهذا شوي بيخلي الظروف مخيبة للأعمال أكثر من الطبيعي برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك الفترة جيدة لتعزيز العلاقات الاجتماعية ولكن بتركزه بدون مشاكل بدون مخالفة قوانين بدون مجازفات بدك تهدئ أعصابك على الآخر وتضبط أعصابك وما في داعي للإنفعال ولا للتسرع ولا للمغامرة ولا للمجازفة مع ساعات ما بعد منتصف الليل بتسعدهم اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات أهم شي أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة ولكن ابعد عن اتخاذ القرارات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه من الآن لمنتصف الليل بالاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وحتى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة والامتحانات فترة ممتازة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو للنقاش والحوار وطرح الأفكار والأمور اللي إلها علاقة فلسفية ودين وأمور هاي فهي فترة ممتازة جدا بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبيركز على سمعتكم وعلاقاتكم الاجتماعية بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل عليه أو توطيد علاقتهم مع المسؤولين ولكن حاولوا قدر الإمكانكم ما تجازفوا بسمعتكم نهائيا لأن القمر أساسا زي ما حكي أنا الشمس ده تعمل يبدو يصير كسوف وهو في بيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان خلال هاي ثلاثة أيام وما تدخلوا بأي جدالات أو نقاشات مع المسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني أهم إشي إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام صعب برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض طبعا من الآن لغاية منتصف الليل كلها بتتركز على الأمور المالية ولكن ما بعد منتصف الليل القمر بصير في البيت التاسع وزي ما حكينا في كسوف عشان هيك بصير تركيزكم على الاتصالات البعيدة بتنجحوا بتعزيز علاقاتكم مع أصدقائكم مع أحبائكم ممكن يصلكم خبر من بعيد بتنجحوا حتى في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ولكن بسبب عدم التركيز بسبب الكسوف اتفقد أمتعتك وأوراقك وأضبط أعصابك أثناء الاتصالات لأنه ممكن يصير خلاف ما بينك وبين شخص خارج البلاد أو أجنبي عنك وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة تماما وبتعود للإمساك بزمام الأمور إذا ركزت وسمعت النصائح هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا الأجواء جيدة على مستوى الأمور الشراكة ولكن بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا الأمور كلها رح تتركز على الأموال المشتركة بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرص لمكسب مالي إلو صلاة بشراكة أو تعويض ولكن ما بنصح أنك تكفل حد أو ادأين حد خلال فترة الثلاث أيام القادمات صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أهم إشي قدم التنازلات تتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات القمر رح يتركز الكسوف رح يتركز أساسا في البيت الثامن فعشان هيك انتبه على أموالك برج العقرب من الآن لغاية منتصف الليل بتنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء أهم شيء تنظموا جدول قداءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر طبعا ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل وصير مقابلكم تماما في بيت الشراكة فعشان هيك هاي فترة مناسبة إلى تعزيز أو توطيد العلاقة ما بينك وبين الشريك وبرضو جيدة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبعوسعك وتعزيز شراكاتكم ولكن بسبب الكسوف بتكو تحضروا انفعالاتكم والخصام ما بينك وبين شركاكم بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في ورطة انت بغناء عنها الجو متوتر وضاغط بشكل كبير فعشان يكدك تكون صبور وما تتدمر خلال فترة الثلاثة أيام القادمات برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ظروف جيدة احتمال ان يكون في قلق اتجاه أو حول أحد الأحبة خلال هذا اليوم بعد منتصف الليلة القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بتجدوا انه العمل بدأ يتراكم عندكم وانتوا غير قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على وجودك وجهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح طبعا بما انه الكسوف رح يكون في البيت السادس فعشان هيك يبدأ تنتبه على صحتك تنتبه على أعمالك وتنتبه من مشاكل بتتعلق ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة من الآن لمنتصف الليل فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض التوتر أو القلق أو الخوف أو الهواجس اللي بتعيشها من بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل للبيت الخامس فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمعن بالكم نسبيا ممكن تجدوا حليفي دعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف شيء جديد ولكن بسبب الكسوف بقولك ديروا بالكم ما في داعي للمغامرة والمجازفة وفي نفس اللحظة ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم فترة الكسوف سيئة فممكن تعمل مشاكل عاطفية برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع واتصالات بكثافة طبعا لغاية منتصف الليل بعد منتصف الليل وطيلة النهار القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة فبوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم خصوصا أنه فيه كسوف والكسوف في هذا البيت فحاولوا أنكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وحاولوا ما تطوروا الخلافات العائلية لا أكبر من حجمها فضبط العصاب مطلوب خلال الأيام القادمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية من الآن لغاية منتصف الليل من بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهونا بصير عندكم نشاط بتنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات ولكن بتكونوا تحذروا على الطرقات من عدم التركيز أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتكم وطبعا هاي لمدة ثلاث أيام قادمات بسبب خسوف الشمس اللي في هذا البيت الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ويمكنكم برضو التعامل مع أخ أو جار بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي ما تختلق المشاكل ما تطور المشاكل تكون انتقاداتك واضحة ما تكون لاذع بالكلام ما تفوت عليك الفرصة للأمور اللي بتحتاج مصالحة أو تسوير فترة بحاجل الهدوء يعني ثلاث أيام بدك تهدى فيها قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء